زون ميكس مرحبا بيك وكذلك المنتخب الوطني خاصة الفترة المائلة لا هو الحقيقة ثمانية سنوات وكاس كونفيدرالية 2005 وكذلك كوسفريق 2006 و2008 في مصر وغانا الحمد لله مدة طويلة مرحبا بيك وكافة مستمعي إكسبرس أفان مرحبا بيك وكذلك مرحبا بيك وكذلك لا 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 ما بعدش استراحة المحارب هيا الحقيقة شوف بش نكون واضحين معاك بديني المشوار هذا الموسم مع فريق الباطن اللي هو بالمناسبة نهنيو لأنه حاليا متصدر الترتيب الخطوط الكبرى اللي حطيناها كاعدة بتواصلة وفريق ماشي في الطريق صحيح وخصصة تعطيب بأن نفسك مساهم في النتيجة هذه موش مساهم أنا مسطر لنتيجة النجاح لأني الفريق اللي قاعد يلعب هو الفريق اللي أنا حتيته على السكة اللي حضرت الموسم أنا اللي عملت كل ساهمت بالطبع مع الإدارة في الانتدابات واللي جاءوا من تونس إن أكدك الانتدابات منطعنا 60% منهم جاية من تونس لحما ودمما صديق الماجري ومهدر صايسي نحنيهم من المنبر هذي لأنهم هما قلوب دفاع المراكزين ومراسمين في الفريق وحاليا قاعدين يقدموا في مرضو الطيب وبالتالي الحق الحمد لله دائما الشغل اللي يعمل واحد يكون شغل جدا. علامة وصلت شمال تجو سهل جدا لأنه وتعرف أنت إسلام مكشن ماشاء عليكم لما يكون فيه إدارة ترغب في أنها ترسم بعض اللاعبين خاصة اللي يكون قيمة مالية تحهم كبيرة وقع انتدابهم لكن المستوى طبعا ما يكونش لأنه الحقيقة ما ساهمتش أنا في انتدابهم لأنه وجدت تلقيتهم في الفريق ما ما فرحش كثير الإدارة اللي رغبت بكل الطرق أنهم يكونوا مرسمين لكن أنا بالنسبة لي أنا فما مبدأ هو الأهداف اللي رسمناها مع بعضنا وهي الصعود بالفريق إلى الدرجة الممتاز طبعا مرة أولا ثانية لما شافوا اللي كون المنهج هو منهج واضح وصريح وخاصة لا سبيل لأنني نستعمل أي حالة طريقة أخرى ارتقوا أنهم يغيروا لكن الأدهى وخاصة للغريب هو أنه إلى حد الآن بنفس التشكيل وبنفس الأسماء اللي أنا وصلت بها وصل بها الفريق لما جاء المدرب البرتغالي واللي بالطبع جاء هو كبير في العمر شوية لكن رأى الشيء اللي ريتوانا لأنه الفريق هذكا الإمكانيات يجب أن يتمشي وبالتالي تجد ما توصلتش مع الفريق لكن اتمناولهم كل خير وتمناولهم النجاح طبعا والصعود إلى الممتاز إلى حدان متصدرين وشكون قلت لمهدي رسايس وصديق المناجرية معهم؟ أي ثم كذلك هناك اللعب الثالث الأجنبي هو لاعب ليدي بدر ليبي وسط ميدان دفاعي لاعب منتخب واللي كانت نادي الأفريقي تسعى باشتنتدبه في فترة من الفترات كانت ممنوعة من الانتداب فارتأينا أنه نجيبوه والحقيقة يعتبر لعب مستوى عالي جدا هذوما الثلاثة إلى جانب لعب أجنبي رابع لم أساهم في انتدابه وهو ديابي واللي مر بالتراج الرياضي في فترة من الفترات خاصة في شبان في جنيور وبعد من مشال الخليج هذوما الأربع جانب موجودين في الفريق بحكم أنه في الدرجة الأولى عدد الأجانب هو أربع في هو نفس الفريق اللي طاح عمني واللي كان في زيد العنالي فعلا دير بالمناسبة زياد لوناني عنده الحقيقة باش نكون واضح معاك استوار وخاصة ذكرى طيبة جدا في الفريق هذي ما ترددوش في الشكر ويشكروا فيه كل ما توتي فرصة على المردود اللي قدموا فيه لأنه لما عدا معهم ستة شهر كانوا ممتازين معلأسف ما وصلوش بش يمنع بش يماتي حوش حتى البلبولي مر من هناك كان موجود كذلك ما كانتش ناجحة ما كانتش ناجحة لأدت أسباب عرفتها من بعد لمشيت غادي مش حتى المستوى بلبولي أبدا لأنه لنورمون في الباطن انورمون سبيسيال دكرك أنه الفريق هذا عنده هو و هي مشكلة في السعودية عنده عائلات عائلات و عروش وبالتالي مشتدخل وتنتخل تنسى جم في الجانب هذا يلزمك كثير مجهود مشكل كورة فقط يلزمك جانب عليقي طيب جدا كذلك دعونا نتحدث عن الباطن دعونا نكمل لك من نفس السؤال الذي لا يتعلق بالباطن هل كان هناك إشكال مع بليل السويسي؟ كتب بستاتيوش؟ كان يلمح لك قليلاً لا 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 فسرني الحكاية فسرنا الحكاية ونعود نفسرها معك بمشكل الإسلام انظر أنا من ضمن الأربع لاعبين أنا أخبرت لك ثلاث أجانب جبتهم صحيح أو لا؟ كنت أخبرت لك على الصديق نحكي لك على الرصائصة ونعبد الليبي اللاعب الرابع اللي كان موجود معايا واللي أنا اخترته هو بلال السويسي حارس المرمى واضح فمشى معايا ومنطلقنا في التجربة نحذره في الموسم طبعاً بداية الموسم تحذيرها كان مذني جداً وخاصة لما لاعب كما حارس مرمى يكون عنده نوع ما من الميزان فقام شغل لبس به ونقص كثير من الميزان وكان هذا يعني عنوان خاصة أنه الموسم القبله كان معايا بلاله وطلعنا معايا مع فريق العدالة إلا أنه الحارس المرمى فريق الباطن واللي حالياً هو أساسي وقاعد فريق واللي هو ما بين قوسين الحارس اللي كان رون بلاسون طاع البلبولي لما كان البلبولي في الممتاز لكنه ما كانش معايا البلبولي كان هو انتدبوه فما طولش كثير الحارس هدايا رجع والرئيس نادي ارتقى بعد ما كان مصاب الحارس هذا كان مصاب مدة 16 نعمل العملية وكذا ورجع الرئيس ارتقى أنه يرسمه ويجيب لعب أجنبي آخر في الميدان أنا رأيي كان مخالف لأني قومن بحاجة أنه يزم يكون عندك في الفريق هذا مبدأ بالنسبة لينا أحسن حارس في البطولة اللي أنت تنشط فيها بهذاك مش فقط لأنك يكون عندك الصلابة وبالتالي تولي تخمم في مشاريع أخرى على مستوى فني فلما شاف بداية الموسم اللي كانت صعبة نوعا ما البلال وهذه حقيقة بحكم أنه التحذيرات وتجهيزات لكن أنا ما كنتش نشكه لدرجة في أنه بشوصل لمستوان تعه العالي رئيس النادي شد صحيح وارتقى أنه يغير مركز حارس مرمى أجنبي بلاعب مهاجم اللي هو كما قلت لك ديابي اللي جابه وقع انهاء العقد معاه أعطاه مبلغ فترة لا لا مش هو أكتب أنا عملت التحريات فماشكون كتب بسمه في فيسبوك خطر هذين يعطيك هو اللي عبر العشاء هذين فهمت اللي نحب نقول لك اللي كون أنا بلال أنا اللي اخترته أنا اللي هزيته معي الموسم الأول السعودية وأنا اللي أرسمته للمرة ثانية لكن طبعا فم رئيس نادي هو أعلى سلطة في النادي وبالتالي لما يقرر هو أنه يغير وهذه واحدة من الأسباب رد بالك اللي ربما انهات الفترة نتاعي ما كانش تويله مع الباطن لأن الاختيارات نتاعي مش كان هو ما عاجبوش رئيس النادي كثير في الانتدابات خاصة في اللعيبين اللي جبتهم إيراء اللي كون وفقدت حابيت نقول لك اللي المهاجم نحكي لك عليه لا حد لان مش أساسي في الفريق اللي هو رسمه مش هو المهاجم الأساسي يعني الاختيارات كانت صعبة بقى المكتوب وكتب هو رجع على البنجردان واشاء الله رب يوفقه والتجربة بالنسبة لان وفاته بي خلال نحكي شوي عليك انتي والبدايات منتاعك ذالي احنا توين صرفنيك وممكن في كوبلافريكا في مربع مع المتخب وتجربة ذيكا لذا الجدي قبل ذيكا احكينا شوي شوف سهل جدا أنا راه بدايدي انتلقت في كرة القدم على جمعية جربة الجمعية الأم وين كنت لعب خلال تسع سنوات من الأصناف الكل حتى الأكابر ثم طبعا كانت كيما كل الأخيان تجربة الدراسة المعدة الأعلى الرياضة ثم الدكتوراه في فرنسا هذوما أشياء خلتك تبعد نوعا ما على اللعب لكن ما خلتنيش نبعد على كرة القدم لأني من حظي واختياراتي أني وصلت الدراسة نتعي في الميدان اللي أنا نحبه وهو المنهج العلمي لميدان الرياضة وبالأحرى كرة القدم وصلت دكتوراه في فرنسا تدامت فترة فرنسا ثمانية سنوات طبعا تدريس في الجامعة وكذلك تدريب نوادي ليست من الدرجة الأولى والثانية بل الدرجة الثالثة على غيرار لموك سواندوز لمون اللي كان فيه صبر المفرج في وقت مالاوقات لكن فيه درجة تحت جياسالون بيكسورول شامبيني لروشرو وكذلك هذه الجامعيات اللي مرت بهم كمدرب في الفترة اللي قضيتها إلى غاية ألفين واثنين تاريخ رجوع التونس للتدريس في الجامعة وكذلك دخولي باب الجامعة تونسية الكود قدم عن طريق وهذا فضل ما ننكروش ربي سبحانه وتعالى وخاصة مضيفكم اللي كان هنا كان مدير فني سيوسف الزواوي ينحنيه نحييه هو اللي فتح لي الباب باش دخلت لبرج تدريب كيف سهل كونتاك؟ سهل جدا بكل جرأة هزيت ملف ومشيت للجامعة تونسية الكود قدم قدمت روحي قلت يا سيدي مدير فني أنا كفاءة تونسية راجع من الخارج نحب هاوش نجم نعمل عملت عام في كلير فونتان كتربوس سنة خمسة وتسعين وقتلوا راهو أطرت كذلك في مركز تكوين شوبان في كلير فونتان كانت عجباته الفكرة فوقع ضمي إلى الكادر التكنيك متع مركز بورسدريا لأول تجربة كانت السنة هذيك هي سنة تلفين واثنين اللي كانوا فيها زهيرة الذوادي ومحمود بن صالح وانطلقت بعد أقل من سنة جاروا جيلومير على رأس المنتخب فقام بفحص ومتابعة كل الأندية وكل الملاعب حتى يشوفش عنه طبعا انفراسترولكتور إيكم بري بطبع بورسدريا فشاف لما مر هناك هو المدير الفني شاف نوعية العمل اللي قمنا نقوم به أعجبا فما كان ارتقاء أنه يكلم مدير الفني طبعا مر بالمدير الفني وقال له راهو السيدة ذاك نحب نقابله فكانت أول اللي قام معاه في الدارة الفنية وقد رح علي مشروع أني نكون أحد مساعديه في المنتخب كنت مكلف بالمتابعة والتقييم فعلا كنت مدرب وطني أحنا شوف يزمك تفهم حاجة الشغل في معاروجية ما فاماش كل المساعدين عندهم نفس المكانة في الشغل طبعا الصحافة تقول لا تقول إشتحب وكل واحد يسميش تحب لكن الاختصاص هو أكثر ليش؟ لأني أنا كان عندي شغل هام جدا أولا من ناحية تعرف منيه هو شغل الأساس في المنتخب الوطني كسوا قبل ولا توا هو متابعة لأنك تعرف منيه ما فماش شمبيونات مكش قاعد تعمل كل جماعة تلعب في ماتشوات تدورك الأساسي هو أنك تتابع كل لعبي المنتخب بالدقة الكافية في وين يلعبوا ثم خاصة أن الوقوف على إمكانيات اللاعبين اللي عندهم إمكانية ينظموا المنتخب وهذاك الاستباق والشيء اللي قاعد يقوم به الحالية الإطار الفني المنتخب في الباب هذا شيء كبير جدا لأنه قاعدين يشوفوا في لعبين ذو قيمة قاعدين يدخلوا إلى الفريق الوطني وخاصة الوصموز ما بين لعبين محليين ولاعبين أجانب تذكرون لي حسليم بن عشور عادل الشاد للنفطي على الدين يحيا أسماء كثيرة بسونتوس انتع الجنرسون هذيك أسكرني نجح براهم وحط لي بقى تحت وزوز أسطر حتى بش نرجع له بقى صحيح ونجح براهم ونحط عليه ثلاث أسطر فهذهك كانت واحدة من المهام اللي كنا بالطبع إلى جانب التخطيط للتربوسات للتنقلات الماناجيرات والكوتشينج الاختيارات الفنية والتاكتكية لأنك كنت تعرف حاجة وهنا يكون قولها لك قليل ما قلتاش قبل روجيه من القلائل اللي يعتمدوا كثير على الإطار بتاعه في اختيار التشكيلة ثم لا تنسى أنك يجي لكل واحد من الإطار الفني بتاعه يعطيه لاجم يدعم الاختيار بتاعه علاش اخترت الإسلام بالذات في المكان ذاك يسمع ثم ينزل بالقرار اللي يراها صالح فهذهك كان واحد من أسباب نجاحه واللي خلانا ننجحه في فترة معينة مع المنتخب طبعا إلى جانب المراحل الأخرى كان 2004 نتصور أحسن ذكره في مسيرتك وحتى في ذكره أي تونسي معنا بطولة تفريقية هذيك نحبو نعرفه ماشي حاجات ما تحكيه وش عن بطولة هذيك اللي سنك دوت كواليس وي فما برشة برشة متحكيه برشة انور ميمون أنا اشوف نحبو نقولك حاجة إسلام اللي من المفروض حسب ريئانا إذا مش مرة كل عام مرة في الاربع سنين لأنه كانت تفريق كانت تصير مرة في الاربع سنين ولا مرة في العامين يصير أحياء الذكره هذي لأنه اللقب الوحيد اللي فازت به تونس تحبو لا تكره فتقولي انتي كيفاش وتسمى شوية هكو اللي كاتورس في فريين نتفكروها هكو نتفكرت كاتورس في فريين هذي كون نتكلم لا فهمة فهمة برشة أنا ما سمعت في إيافين وحتى برنامج مسياد سار عليها أعي يمكن ست ربيان يعطيهم الصحة أما ما نكفيس برامج أنا تعرفش يعملوا في أما شنعطيك فكرة في الكيب دو فرانس نتع كاتورس وحتى اللاخرانية كل سنة في الدات هذيكا يقع جمع الإطار اللي مازالوا حيين من الإطار الفني واللاعبين في تيني اللي هي نقطة الانتلاق تحت المعسكر تحتهم وتصير أسبوع عبارة على سيميناير يدولوا فيه بعض تتلم العباد مهم برشة يعطينا حاجة فمن ضمن الحاجات اللي صارت برشة هو أن كيزمك تعرف حاجة المعسكر فينا اخترناها احنا في سويسا انا نفكر كوب دافريك دوميلكات كوب دوميلكات كوب دافريك دوميلكات التخطيط وصار بالتبع بالتعاون هوجيك لا لا معي لكن خاصة مع الإطار الكل لكن كان مبادرة من طرفينا عملنا أولا إيطاليا بورغزيانا في إطاليا دامت أسبوع ثم من إيطاليا رجعنا الجربة اختيار جربة لا مش خطر بلدي خطري نعرف مليح لديتالي لما اقترح نعرف مليح نزلنا من بورغزيانا إلى جربة عملنا مباراة تودية كنت تذكر مع البينات خلال المعسكرة ذلك ثم عملنا مباراة أخرى مع نفس الفريق دوزيان ماتش ثم عملنا الرادس لنبدأ الملحمة إلى دوميلكات عاد الحاجة اللي قعدت هامة جداً كنت تذكرشي كنا احنا إليبوك ونومبر دوينت نفجور في البداية بما فيهم الزيتولي ونحضوا خمسة من لعبين فأني فنمو قعد قعد أني فنمو تريماركون على خاطر اللاعبين هذوك كانوا عندهم قيمة كبيرة خاصة في الفترة هذوك كانوا مشعرين كما خاد الموله وكما علي الزيتوني وكما لاعبين وش اسمه نسبوس عادي هذوما لاعبين كانوا في الفترة هذوك من أحسن معنا لكن وجب الاختيار والفترة هذوك كانت فترة صعبة جداً جداً وكانت مؤسرة فالحقيقة لما وقع الاختيار الجماعي فأنت تريده شيء خلاص لك أنا هذوك علي الزيتوني كان في بلاسك لان في كورسية هذوك قال في الفين ورابع الوقت هذوك كان فاما ويشاية لذو جيلو مير بعدم الانذباط من شخص معين هي خلته يتنحها من الليستة فسرته وليلت على الليستة اسمه تذكرة في القرنة في الأحد الرياضي جيكروبا أنا أشوف شوف علي وليد باهي ومطربي وخدام وتريبيان ما فاماش مستحيل كان روجي يأخذ ديسيزيون ساعة هو تعرف شنو كيفاش عملت القائمة نعطيك دي دي تايكتر القائمة تعمل كل إنسان يعمل قائمة فيها 23 لعب الناخب الوطني يأخذ القائمات الكل يقرأ ويحدث بعد يخرج بالقرار الأخير وخاصة فاما وكيفاش سارت الونانيميتي أنا دي موان أحكي لك على رأيي شخصي اللي بواندو كريتير شنو هم اللي تأخذهم تأخذ لا فقط الإمكانيات الفرضية لللاعب اللي هي إمكانيات جيدة تشوف مدى الإنسجام تشوف اللي بزوان أسكيلي أكثر كيمتاو احنا شكون اللي زاتاكون اللي كانوا مانسانتوس والجزيري صحيح ولا لا ناجح براهم ناجح براهم جاء ناجح براهم جاء ناجح براهم جاء على خاطر في الفترة هذيكة نتوندي أن تكون فكسسيون موش أن تكون رابيد كي معند علي ولا زياد ولا سنتوس اللاعب فقط يفكس المدافعين خاطر خممنا وقتها في سليم بن عشور يجي أكثر من من تالي كان فما عنا كان يحضق كثيرا لعب الراس فالاختيار هو جاء جاء لعب هذا ليس نكون معك صادق لا ليس نكون صادق معك أولاً أنا لم اخترتوه لكنني عندما اختاروا أنا سليدار وكأنني أنا معهم ماذا كنت اختارت وليس في الليست أنا شاسم خالد مولي كان موجود عندي هنا في الاختيارات مطبيعي جدا ماذا كنت والله يجمرة نتذكر خاطر خالد كان موجود هذا يدلال على أنه فما وانترافاي كوليكتيف وانترافاي كوليجيال والناخب الوطني يسمع مش فرطي ما بش ياخذ برايك يمكن رأيك يكون صحيح لكن لانيكدوت الأخرى اللي نحب نقولها لك هامة جدا كريم حقي كريم أول ملاحظة وأول متابعة لهو كانت في مباراة كأس نهاي كأس ما بين الترجي على ما ظن والإطوال في ملعب المرسا سيتي أنجور متاع جوان تابعنا اللعب هذكا في المردوتاو أعجب روجيه لكن الوقت هذكا لم يقع اختياره ففي مباراة ودية كنذكرش تونس والكود ديفوار في أوت 2003 لما شفنا المباراة تعالي سبور روجيه يطلب مني كان واحد من المساعدين قال لي أنجور نتذكر كان في أوت فما إمكانية اللعب هذك نحطوه في الليستة ربما رغم أنه ما زال ما لعبش سينيار في الليكوب كنت نعمل في الليستة ذكرت المعلومات قلت له يا روجيه راهو تفهمنا اللي كون اللعب هذكا فما إمكانية إذا فما مكان نستدعوه فاستدعيناه وكانت له أول مباراة ضد الكود ديفوار في المنزح ربحنا ثلاثة اثنين كان ذكرشي نهرتها مراد المالكي أصيب في الوحطاو وكان الانتلاق انتعو باش عمل المسار اللي كل معتها ساعات تابا بزوان داتر يجب أن يكون يجب أن يكون ماتش باش نجم تكونك انتلاق نسرين بن علي بنت رئيسي كنت عادة تفعلها كي خاشت من الفستيار والله يشوف اه اه اشي اسمه اشوف هي الحقيقة القصة سهلة ياسر روجيه كان يرفض انه اي انسان يدخل الفستيار اللاعبين خاصة لما خربحنا كاس فريقيا فلما ارجع من الفراس وقع برش عباد في وسط الفستيار كان عنده رد متشنج شوية وخرج الناس كل قال لا سبيل انه يقعدوا لانه لاعبين عرايا ولاعبين قبلت هي لا 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 اعرفيش الوقت فم مجموعة فتايا ثلاثة الباري واحدة منهم هي لا تقلق بصراحة لما خرج العباد الكل قلت لكي تكون هناك ريكسيون لكي تصير مشكلة لكن في الحقيقة ما صارت حتى مشكلة بل بالعكس واقع استقبالنا في قصر القرطاج واخذينا نهرتها التكريم واضح بيه بسلنا بسلحكوا معاك سليزال جدي اكيد مواصلين حتى الـ 25 نمشيوا للاخبار المزامي التيفة دوتون كبعد مواصلين في زون ميكسد موسيقى موسيقى موسيقى